لكن حقيقة نعم المسيح كان إنسان كامل كإنسان كامل يعني نفس وجسد وروح كان عنده مشاعر وعواطف كان أحيانا غضب في الهيكل وجاع وعطش وتعب وكان يعني يسافر من مكان إلى مكان قبل محدودية هذا بيجي طبعا بعد أكم أسبوع رح تكلم عن الإخلاء يعني هو اللي اختار بنفسه هذه الطريقة ما بيسعنا إلا أن نقوله أشكرك يا رب وتقول لي هو الله قادر كن فيكون طبعا كن فيكون بس في موضوع الفداء في حل للمعضلة للعقدة إنه كيف يتم من ناحية الله لازم يدين الإنسان من ناحية تانية الله بيحب الإنسان طب والحال ما كانش الحال إلا أنه يسوع المسيح اختيارا وطوعا في ملء الزمان تجسد حتى يفديك ويفديني ويطهرك ويطهرني وهاي سر أعلن وتكشف لإلنا اللي راح نحكي عنه في كل الأبدية اللي بيقول عنه لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السمويات بواسطة الكنيسة يعني الجسد المسيح اللي كل واحد بحاول يعني نشرح عن هذا الموضوع بحكمة الله المتنوعة بس مهما شرحت اللي عاوز يرفض راح يرفض لكن إذا الإنسان متواضع بيقول يا رب اكشف لي مشان هيك منشوف اليوم أعداد غفيرة من كل نوعيات الناس من كل الخلفيات من كل الديانات من كل الطوائف احنا متكلم عن رجال سياسة رجال دين شيوخ أئمة كل نوعيات الناس اللي عم تيجي ليسوع المسيح لأنه بكل بساطة نكشف هذا السر أعلن لهم هذا السر وإذا نكسف هذا السر أحبائي أنت مطالب أنه فعلا تشكر الله وإلا كيف تستطيع أن تخلص مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بالنعمة النعمة هي عطية مجانية ثم مكتوب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر